يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا shining يا وإن حنيني للذبيح بكربلاء لباق فلا يقضى له بزوايا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى ظَالِمِ آلِ بَيْتِ مُحَنَّدٍ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قال الله العظيم في محكم كتابي الكريم وبياني العظيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نوره قلوبنا وثقل موازيننا وذكر الصلاة على محمد وآل محمد من الأساليب والطرق التي علم الله عز وجل وأهل بيت الأصمة والطهارة صلوات الله وسلام عليهم مجمعين شيعتهم ومحبيهم لتلقي العلوم والاستفادة منها هو أسلوب الحوار والنقاش حتى أن أهل الأصمة صلوات الله وسلام عليهم كانوا يحثون شيعتهم دائما على السؤال أيما أمر يخطر في بال أحد من شيعتهم ومن محبيهم كانوا يأمرون أن يتقدم إليهم بالسؤال حتى جاء ما نصه ما معناه لا حياء في الدين ولا حياء في العلم لذا ترى أن أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من بعدها أصحاب أبير المؤمنين صلوات الله وسلام عليهم من بعدها أصحاب الأئمة المعصومين صلوات الله وسلام عليهم كانوا أهل السؤال ولعل في هذا الزمن مع شديد الأسف غبها الأسلوب أسلوب السؤال سؤال أهل الإختصاص سؤال أهل الفن ولذلك تشوف في مجتمعنا الأيام ما شاء الله كثر المجتهدون والعلماء والمراجع حتى صار بعض المؤمنين كل واحد منهم مرجعا لدفسه يفتي حسب ما يشتهي ويفتي حسب ما يريد ويستنكف بعض المؤمنين من قوله لا أدري ولا أعلم أو حتى أسأل أو أتفقه والنتيجة أن بعض الناس مثلا ثقة في فلان ولا فلان كونه من أهل البسجد من أهل الحسينية مدام يروح البسجد يروح الحسينية يعرف كل شيء فيسأله وبعض المؤمنين مع تواجده في الحسينيات في البساجد ربما يمر عليه مسألة ما يعرفها ما يقول ما أعرف فيقول بيفتي أكون ملاحظة جدا حساسة ومهمة يذكرها الفقهاء والعلماء في رسائلهم العملية في مسألة الإفتاء ونقل الفتية يقولون العلماء هذا من باب المقدم إن شاء الله أدخل في محل البحث يقول العلماء حتى تأخذ فتوى مرجع فتوى عالم فلك أحد طرق ثلاثة ما لك طريق رابع الطريق الأول أن تأخذ الفتوى من لسان العالم لسان المرجع أنت تروح تسأل المرجع تسأل المرجع الذي تقلد مولانا المسألة كذا فتأخذ الجواب منه وهو الطريق الأسلم والأسرع الطريق الثاني كل مرجع من مراجع الإمامية أعلى الله وكلمتهم منذ الصدر الأول إلى اليوم من يتصد العالم لأمر المرجعية أول ما يفعل أن يطرح بين الناس ما يسمى بالرسالة العملية يا جماعة يا مؤمنين يا أهل الإيمان يا من تقلدونني فتاوية التي أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل وأمام الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلو عليه بالعمل بها ما دمتم على تقليدي أو دعتها في كتابي هذا هذه فتاوي فارجعوا إليها هذا الطريق الثاني الطريق الثالث هو الوكلاء الذين نصبهم المرجع يا جماعة يا أهل الكويت يا أهل البلاد الفلانية يا أهل البحرين يا أهل إيران يا أهل كذا إلي قلدني أنا وكيلي في المنطقة الفلانية المسؤول أمام الله عز وجل وأمامي وأمام الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه في بداني فتاوي وأحكامي الشرعية هو فلان 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 هؤلاء مسؤولون لهم الحق في بيان الأحكام الشرعية بعد واحد يروح يسلك مسلك غير هذه المسالك الثلاثة وبعد ذلك يقع في الإشكال الشرعي وفي الخطأ الشرعي الشارع الشارع المقدس لا يعذره ما يحط لعذر يقول لي أنت سلك الطريق الخاص تتحمل احضر قلنا لك الطريق من الكويت مثلا إلى منطقة الفحيل إلى الأحمدي أنك تسلك الطريق الفلاني قمت أنت اجتهادا من عند نفسك قمت وسلكت وطريق آخر وضيعت من المسؤول أنت المسؤول الآن ما أريد أدخل في هذا المبحث يعني مبحث التقليد والرجوع لكن مسألة جدا مهمة جدا من المسائل المهمة والحساسة مسائلكم الشرعية لا تأخذونها عن كل أحد وإذا أخذت فتوى شرعية من فلان من الناس وعملت بها وكانت فتوى خطأ وأنت قصت إلى غير المكان المقصود غير المكان المحدد لك فأنت مسؤول عن تطبيق هو طبعا مسؤول عن فتوى هو يتحمل الوزر اللي أفت خطأ يتحمل الوزر أما أنت لست بمعذور شرعي أنت مو معذور شرعي تقول والله سألت فلان فلان شنو؟ مجتهد؟ لا وكيل مجتهد؟ لا مرجع؟ لا أنا ضربت بثال بعض المراجع على الله وكلمتهم خادمكم وصل إلى خدمة بعضهم أحيانا تسأل المرجع مسألة تقول لها مولانا المسألة الفلانية تصدقون تصدقون وتؤمنون بالله عز وجل أنا مرات مصادف هذا مولانا المسألة الفلانية يقول لي انتظرني لحظة هو صاحب الفتوى انتظرني هنا يقوم يجيب الرسالة العملية والتي يفتحها ويقرأ الحكم الشرعي من وين؟ الرسالة العملية مولانا هذا الرسالة العملية مو فتاوية قال ايه فتاوية كثرة مشاغل الدنيا والآخرة والمسائل والأمور ومراجع يلو فلان راح وفلان جه ربما أنسى ربما أسهم ربما أغفل ربما استجد أمر من الأمور كن أراجع البسألة حتى أعطي الفتوى الصحيحة تمام من الأساليب التي استعملها أهل العصمة صلى الله عليه وسلم ومنهم إمامنا أبو محمد للعسكري صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار والنقاش الحوار والنقاش أحيانا يدور بين الإمام صلى الله عليه وسلم وبين خصومه المعالدون أرباب المذاهب الأخرى أرباب الأديان الأخرى يصير حوار بين الإمام صلى الله عليه وسلم نقول الإمام صلى الله عليه وسلم شيء يريد من وراءها الحوار والنقاش يريد يقول لشيعته ومحبيه قل لي يا شيعة ويا محبية إذا دخلتم في حوار ونقاش مع أحد فلتثبتوا أنكم أهل العلم الدراية حاول أن تكون عندك سعة الطلاع في العلوم المختلفة عندك مطالعة في الكتب المختلفة في الأديان المختلفة طبعا أكو آراء للعلماء من اللي طالع في كتب المخالفين من اللي ما يطالع في كتب المخالفين أكو بعض الأحيان واحد يطالع في كتب المخالفين ليخافوا عليه أن ينحرف وأكو بعض الناس أهل اختصاص عند قدرة أن يطالع في كتب المخالفين حتى ما يسوي حتى يثبت أحقية البذهب فالإمام صلوات الله وسلم عليه يعلم الشيعة يعلم المحبين على هذه المسألة فليكن عندكم سعة اطلاع فليكن عندكم القوة قوة الدليل مذهب أهل العصماء المذهب الذي يتمتع بقوة دليله بحيث أن أي واحد يحاور أي واحد من أئمة أهل البيت أو من شيعتهم التابعين له ما يطول وياه في الحوار ما يقدر ليش قال لأن الشيعي يمتلك قوة الدليل والبرهان عندها قوة دليل وبرهان بحيث أنه المحاور له ما يتمكن من تكبلة الحوار وياه من قبيل المثال ذكاء عند علماء الإمامية يقولون في أحد الحوارات القديمة صار حوار بين عالم من علماء العامة كفيف وبين عالم من علماء الشيعة الحوار على شنوه؟ الحوار على القرآن المجيد وهل أن الأخذ بمعاني القرآن المجيد بالمعاني الظاهرية ولا بالمعاني الباطنية أو بالمعاني الظاهرية والباطنية الموالي قال لأنه نأخذ القرآن بمعانيه الظاهرية والباطنية وأحياناً المعنى الظاهري ما ينسجل فلابد من الذهاب إلى الباطن قال له لا ما يصي لابد من العمل بظواهر القرآن قال له أنت تريد هالشكل قال له لعا قال له إذا تريد هالشكل العمل بظواهر القرآن فجنابك من أوائل ما يدخل إلى جهنم قال له شلون؟ قال له بدليل القرآن قال له أي دليل بالقرآن قال لمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأنت أعمى فأنت مدامك أعمى في الدنيا فأنت في الآخرة أعمى وأظل سبيلا قال له لا ما يصير العمى هنا هو عمل قلوب قال له الله ما قال عمل قلوب ليش أولت ليش رحت للتأويل قال له مهذا تأويله قال له مهذا لنقوله نقول أحيانا الآيات القرآنية لا يمكن الوقوف على ظواهرها والعمل بظواهرها لابد من الانتقال من الظاهر إلى الباطل والتأويل وهكذا أهل الولاية عندهم القوة والقدرة على امتلاك الدليل والحوار هذا يتعلم أهل الولاية أنا أدلكم على كتاب إن شاء الله تطالعون من الكتب القديمة الكتاب من مجلدين طبع في كتاب واحد هو الكتاب من جزئين اسم الكتاب الاحتجاج للعلامة الشيخة ضد رسير إبوال الله تبارك وتعالى عليه كتاب يقع في جزئين احتجاجات النبي احتجاجات أبي للمؤمدين احتجاجات فاطمة احتجاجات الإمام الحسن احتجاجات الإمام زيد العابدين الاحتجاجات إمامي للحج صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي ثم يذكر جملة من احتجاجات بعض علماء الإمامية وشيعتهم جميل تطالعون مثل هذا الكتاب شوفون علماء الشيعة فقهاؤهم أصحاب الأئمة كيف كان عندهم قوة في الحوار وكان عندهم شدة الذكاء نتيجة لاتصالهم بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقدر ما يتصع في ذا الوقت نذكر بعض الحوارات والاحتجاجات التي جرت بين الإمام العسكري صلوات الله وسلامه وبين من كان يحاججه ويسأله قبل هذا سمي الإمام الحسد العسكري بالعسكري بعض الناس يعتمد روايات ما أدري يعني ما أدري من غير تدقيق نظر ليش سمي الإمام الحسد العسكري بالعسكري قال لأنه حبس في منطقة يقال لها عسكر وهي في أطراف سامرة ألست تؤمن يا موالي أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أسماؤهم وألقابهم وكناهم إنما هي من الله عز وجل الله اللي سموه وأكو أحاديث ما شاء الله من الوفرة والكثرة أهم أدلكم على كتاب كتاب اسمه عوالم العلوم للعلامة البحراني ربو الله تبارك وتعالى عليه دائماً إذا يذكر أي واحد من الأئمة يذكر النصوص على الإمام صلوات الله وسلامه عليه النصوص الوالدة في تنصيب الإمام وتنصيبه والنص عليه فيذكر جملة من الأحاديث يذكر من جملتها حديث يسمى بحديث اللوح حديث اسمه حديث اللوح حديث اللوح قضية كانت بين الإمام الباقر وبين جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري يوم من الأيام دخل على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر بأبي أمي قال له إذا شفت نفسك معنى الكلام إذا رأيت نفسك يوم من الأيام فارغ مر عليه أجيب وياك اللوح الذي كتبته من إملاء أمي فاطمة أنت كاتب لوح أمي فاطمة أملأته عليك يقول جيت يوم من الأيام إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجائب وياي اللوح دخلت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمر الإمام بأبي وأمي أحد غلمانه أن يأتيه بسفط فجاءه بسفط ففض وأخرج منه لوحا كأنه من زمردة خضراء أين ذاك اللوح الذي رأيته بين يدي سيدتي ومولاتي فاطمة قل طلع اللوح وصار ينظر فيه وقال انظر في اللوح اللي أنت كتبته يقول بدأ الإمام صلوات الله وسلامه يقرأ وأنا أتبع كلاب الإمام صلوات الله وسلامه يقول إلى أن انتهى الإمام بأبيه وأمي وروحي في دا من قراءة اللوح فما خالف حرف حرفا قلت سيدي هو نفس هذا الكلام الذي أملأته علي أمك فاطمة منتهى الكلام هاللوحش يضمن يضمن أسماء يتضمن أسماء الأئمة وكناهم وألقابهم اللي منضمنهم الإمام أبو محمد الحسد بن علي العسكري قال من ذاك اليوم الله سبحانه تعالى سماه العسكري قبل أن تبنى سامرة وقبل أن يكون هناك منطقة سمها عسكر وقبل أن يحبس الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيها ما ورد في علة تسميته بالعسكري في الوجه الظاهري أن يوم من الأيام المعتمد العباسي أو المتوكل أحدهما على كليمة آلاف لعائد الله جمع قواته المسلحة العسكر ماله كل جبعة وأمر عسكره أن يصطفوا حول تلعة ربو من الأرض وأمر جنوده أن يجعلوا كرسية على هذا المرتفع ثم أمر واحدا من جنوده أن يدعو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فجاء الإمام العسكري بأبي وأمي العسكر والإمام لا يحفل بهم شن هم موجودين هو طال أن طلعهم يستعرضهم يستعرضهم أمر عيد الإمام الحسد العسكري صلوات الله وسلامه حتى الإمام العسكري يهاب وإذا الإمام بأبي وأمي أصلا ما التفت لهم ولكن هم موجودين حتى جاء الإمام سلامه على أنه جلس التفت له قال يا أبا محمد هل رأيت عسكري قال نعم رأيته وهل تريد أن ترى عسكري أو قال له هل لك عسكر مثله قال لأتحب أن ترى عسكري قال نعم قال أنظر إلى السماء فنظر إلى السماء أصفر وطاح أصابته الصفر وطاح أمر العسكري يتفرقون سأله واحد من وزراء قال لا الإمام أشعر لك إلى السماء أشوفك أصفرت وطحت قال لا إيه أصفرت وطحت من عظم ما رأيت قال وما الذي رأيت قال قال لي الإمام أبو محمد أنظر إلى عسكري فلما نظرت إلى السماء وإذا بالسماء قد امتلأت بالبلائكة وفي يدها حراب النار وهم ينتظرون أمره سلام الله عنه يقولون من الوجه الظاهر هذا سمي العسكري لهذا لأن هؤلاء كانوا عسكره بأبي هو أمي وروحي فذا روى الشيخ السعيد أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب نطبر سير ضوال الله عليه في كتابه الاحتجاج بإسناده عن أبي محمد العسكري عليه السلام في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إن الأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطل أمه لا يقرأ ولا يكتب لا يعلمون الكتاب المنزل بلا السماء ولا متكلم به ولا يميزون بينهما إلا أماني أي إلا أن يقرأ عليهم ويقالوا لهم إن هذا كتاب الله وكلابه لا يعرفون إن قرأ من الكتاب خلافوا ما فيه وإنهم 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 إلا يظنون أي ما يقرأ عليهم وساءهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في لبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قال عليه السلام قال الله تعالى هذا لقوم من اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة محمد صلى الله عليه وآله وهي خلاف صفته وقالوا للمستضعفين منهم هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان عظيم البدن والبطن أهدف أصحب أصحب الشعر ومحمد صلى الله عليه وآله بخلافه وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة وإنما أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم وتدوم لهم إصاباتهم ويكف أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وخدمة علي عليه السلام وأهل بيته خاصة فقال الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من هذه الصفات المحرمات المخالفات لصفة محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام الويل الشدة لهم من العذاب الأليم في أسوأ بقاع جهنم وويل لهم الشدة من العذاب ثالية مضافة إلى الأولى مما يكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذا أثبتوا عوامهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله والجحد لوصيه وأخيه علي بن أبي طالب ولي الله ثم قال عليه السلام قال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود ولا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم فقال عليه السلام بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث الاستواء فإن الله قد ذم عوامنا بتقليد علمائهم كما ذم عوامهم وأما من حيث افترقوا فلا قال بيلي بن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام إن عوام اليهود وكانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراحة وبأكل الحرام والرشاة وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي لا يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقهم من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجرهم وعرفوهم أنهم يفارقون المحرمات وأضمروا بمعارف قلوبهم أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ولا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل فيما يؤديه إليهم عمن لم يشاهده ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله واضحة أوضح من أن تخفى أو أشهر من أن لا يظهر لهم وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على خطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهالة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء منهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر بولاه فللعوام اليقلدوه وذلك لا يقول إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فإنما الركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كراما وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفوه بأشر لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة بعرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجر من عرض الدنيا ما هو زادهم إلا نار جهنم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون بي عند شيعتنا وينتقضون لنا بعض به عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنهم من علومنا فضلوا وأضلوا وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهم السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعداء لا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لا جرب أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يترك في يد هذا المتلبس الكافر ولكنه يقيب له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول به فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة جعلنا الله وإياكم من المتمسكين والمعتصمين بحبل ولاء أهل العصمة صلوات الله وسلامه عن المجمعين هؤلاء العلماء اللي الإمام صلوات الله وسلامه عنه يتكلم عنهم يبقون إلى زمن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عنه يولا اللي يتكلم عنهم والإمام صلوات الله وسلامه عنه يبقون إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عنه ولعلمكم بعض هؤلاء حتى لما يظهر الإمام بأبيه وأمي وحتى لما يظهر المعجزات والكرامات أيضا ما يقبلون لإمام صلوات الله وسلوه عليه بل وبعضهم يقولون له يا ابن فاطنا عد من حيث أتيت فلا حاجة لنا فيك إذا خرج الإمام صلوات الله وسلوه عليه نعوذ بالله نستجير بالله بعضهم هالشكل يوصل إلى هذا الحد لأن مصالح تصطدم يا مصاحلح الإمام صلوات الله وسلوه عليه الإمام بأبي وأمي يريد لشيعته خير الدنيا والآخرة وأمثال هؤلاء يريدون خير الدنيا يريدون دنيا لا يريدون الآخرة واللي يريد الدنيا ما ينفع مع من يريد الدنيا والآخرة لذلك هذا من الأحوال الصعبة اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه تحتاج إلى استعدادات تحتاج إلى أن يكون تكون النفس محيئة النفس على الدوام متصلة بآل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلواني المجمعين لا أنها تتصل في زمن وتنقطع في زمن آخر مثل الحال اللي يعيشها أكثر أهل الولاء أكثر أهل الولاء لا ما نقول بعد هذا يقدح في أحوالهم لا إن شاء الله إلى خير أمورهم لكن بعض أهل الولاء اتصال بالحسين صلوات الله وسلو عليه ينقطعوا بانقطاع هذا خير وبركة إذا تم إلى آخر صفة هذا جدا عظيم هذا إذا بقى إلى آخر صفر متصل بالحسين هذا خير وبركة هناك بعض أهل الولاء علاقته وإي الحسين تنقطع يوم العاشر من المحرم والظهر بعد ما يسمع المقتل انتهى انتهى أمره وإي الحسين إذا الله سبحانه وتعالى بلغه إلى السنة القادمة يرجع للحسين بأبي وأمي ويتصل عشرة أيام بالحسين بأبي وأمي وينسى من بعد العاشر ينسى أهل الولاء ما حل من المصائب والنوازل والكوارث بآل رسول الله ورح أثبت لك هالكلام الليلة القادمة الليلة القادمة ليلة جهادة إمامنا العسكري صلوات الله وسلو عليه المفروب كل حسينياتنا أنا لا أتكلم عن هذه المجلس والحسينية فمن المفروب كل حسينياتنا كل مجالسنا تكون عامر بأهل الولاءة تعظيما لشأن الإمام المفقوت الإمام الذي صلوات الله وسلو عليه وبأبي وأمي بذل نفسه وبذل أهل وبذل أهل بيته لإعزاز إكرام شيعته أنا دائما أقول للأخوة المؤمنين دائما الذكروا وهذه الكلمة للحسين سلام الله عليه الحسين بأبي وأمي مثخن بالجراح الجراح تنزف من كل جانب ومكان والحسين خد على التراب وحرارة الشمس والحسين ينظر إلى السماء ويقول بأبي وأمي إلهي شيعة أبي وأمة جدي نجهم من النار هذا طلب الحسين سلام الله يعني هذا اللي أراد الحسين بأبي وأمي أروي لك بعد رواية ثانية واحدة ثالثة وأسألك الدعاء اللي مولاتنا الزارة سلام الله عليها وبأبيه وأمي أمرت أسماء بنت عميس قالت لها يا أسماء يوم وفاة سيدة الزارة قالت لها يا أسماء أنا داخلة إلى حجرتي أقرأ القرآن وأدعو الله لا تدخلي علي حتى يسكت صوتي فإذا سكت صوتي فناديني فإن أجبتك وإلا فأنا راحلة تقول أسماء دخلت السيدة الزارة سلام الله عليها إلى حجرتها بينما الزارة مشغولة في الدعاء في الدعاء والبكاء حالة ثالثة ما تصنع قال سيدي أبا عبد الله رأيتك في حرارة الشمس فأما أعانتني نفسي أن أراك على مثل هذه الحال فجئت لأضلل لك قال يا جبرئيل دع الشمس تصهر جسدي حتى يخفف الله النار على شيعتي ومحبي هل كثر الحسين يحب شيعتها بهذه الحال مولانا الحسين مولاتنا زير برأة الإمام أبا عبد الله على الرمضاء الشمس تصهر جسده الشريف لذلك وقفت عليه تنادي بلسان حالها يا ابن أمو يا روح شلون أنا روح شلون أنا روح وتبقى بالجمس يا حسين ما تروح ما تسمع خواتك يمك تنوح واطفالك تصارخ بين دي واطفالك تصارخ بين يا ندي يا ندي هذا تقول عم ونعم هذا تقول هذا تقول يا ندي يا ابن أمي يا هيج لاعت ويزيد همي أعلي لك من يدير العي يا ليه أحجاب صوني في أمان الله اللهم صل على محمد وعلي محمد أعزائي كما ذكرت الليلة القادمة هي ليلة استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلام عليهم بأبي وأمي إن شاء الله البرنامج في الليلة القادمة في تمام الساعة السابعة والنصف أنتم مدعون على سفرة الإمام العسكري صلوات الله وسلام عليهم إن شاء الله سفرة الشفاء والعافية والبركة بحول من الله تعالى وقوته إن شاء الله المجلس في وقته في تمام الساعة الثامنة وبعد المجلس إن شاء الله هناك مجلس لطم الرادود أخونا العزيز الرادود سيد علي شبر أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم قريبا عاجلا زيارة محمد وآل محمد يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة